أسعد أوقاتكم أعزائي المشاهدين أجواء معتدلة تميل إلى الدفء سجلت اليوم الـ 26 والـ 27 والـ 28 درجة مئوية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة أجواء معتدلة تميل للدفء بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة الخمسة تصل العظمى أحياناً للـ 28 درجة مئوية والإحساس يكون أعلى من ذلك برودة نسبية خلال المساء برودة ملحوظة فقط في الفترات المتأخرة من الليل والفجر على الرغم من نحن بموسم العقارب لكن الأجواء معتدلة ودافية خلال فترة الظاهرة وهذا يأكد لنا أن التغيرات المناخية لها أثر واضح هذا العام وأن المواسم لا نستطيع الاعتماد عليها حالياً الهواء الشمالي غربي خفيفة لمعتدل السرعة سرعة الرياح حالياً 8 كيلومتر في الساعة سماء صافية والحرارة حالياً في مدينة الكويت 21 درجة مئوية والرطوبة النسبية 33% والرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر حتى نهاية اليوم بذن الله الهواء الشمالي غربي سيستمر وأنكحد أقصى في سرعته 30 كيلومتر في الساعة مع سماء صافية للساعة 12 ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 12 درجة مئوية إلى 14 درجة مئوية في أغلب المناطق باستثناء السواحل الجنوبية والجزر درجات الحرارة هناك تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية رياح خفيفة إلى معتدلة للساعة 12 أجواء باردة نسبياً درجات الحرارة في الفترات المتأخرة من الليل والفجر تتراوح ما بين 9 درجات مئوية إلى 10 درجات مئوية الأجواء الباردة ستكون محصورة فقط في الفترات المتأخرة من الليل والفجر خارج المدينة الوضعية هذه ستستمر ويانا لعدة أيام باتر بذن الله أيضاً الهواء الشمال الغربي سيستمر ويانا خفيفة إلى معتدل السرعة من 6 إلى 30 كيلومتر في الساعة خلال النهار وخلال المساء سيكون من 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة شمال غربي الهواء إلى متقلب الاتجاه سما صافية ودرجات حرارة معتدلة تميلة للدفء درجات الحرارة تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية في أغلب المناطق والإحساس يكون أعلى من ذلك 25 ممكن نحس بدرجة حرارة 26 و27 درجة مئوية سواحلنا الجنوبية والجزر تتراوح درجات الحرارة هناك ما بين العشرين في كبر وقارو أم المرادم جزرنا الجنوبية ويضع على السواحل 22 بفيلتشة 21 وجزرنا الشمالية درجات الحرارة تتراوح ما بين 21 و22 درجة مئوية الهواء سيستمر ويانا شمال غربي خفيف إلى معتدل السرعة حتى نهاية يوم الغد والبحر سيكون مناسب فالذي ينزل البحر باشر الأجواء مناسبة ارتفاع الأمواج بين 1 إلى 3 قدم والفترات هذه من فترات الفساد المد الأول بدنا للساعة 8 و10 دقائق صباحا والمد الثاني الساعة 5 و15 دقيقة مساءا والجزر الأول الساعة 12 و40 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 11 و30 دقيقة الظهر المواقيت بذن الله أذان الفير ساعة 4 و51 والشرق الساعة 16 دقائق والمغرب الساعة 5 و50 دقيقة أما الطقس المتوقع بذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة أجواء معتدلة تميل إلى الدفء وارتفاع تدريج في درجات الحرارة تتراوح العظمى خلال الأيام القادمة ما بين 25 إلى 28 درجة مئوية والإحساس يكون أعلى من ذلك عبور السحب يعود مجدداً ويستمر ويانا لعدة أيام مع هوا شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة خلال الأيام القادمة أما درجات الحرارة الصغرى أيضاً في ارتفاع تدريجي فتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 19 إلى 13 درجة مئوية وتصل إلى 14 درجة مئوية ابتداء من يوم السبت باشر بذن الله سمها صافية 25 عظمى الصغرى 9 درجات مئوية هوا خفيف إلى معتدل خلال النهار وخلال المساء من 6 إلى 30 كيلومتر في الساعة ومن 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة خلال المساء يستمر ويانا الهواء الشمال الغربي أيضاً يوم الأربعة مع عبور لبعض السحب واجواء معتدلة تميل للدفء بشكل ملحوظ 26 العظمى الصغرى 11 درجة مئوية وهوا شمالي غربي خفيف إلى معتدل متقلب الاتجاه أحياناً من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة يقلب الهواء مؤقتاً إلى كوس في يوم الخميس واعتدال أكبر في الحرارة ونحس أيضاً درجة الحرارة تميل للدفء خلال فترة الظهيرة والإحساس يكون أعلى من 28 درجة مئوية متوقعة خلال النهار والصغرى 13 درجة مئوية والهواء الكوس خفيف إلى معتدل من 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة يعود مجدداً ويقلب مع استمرار السحب في يوم الخميس والجمعة والسبت لكن الهواء الشمال الغربي يعود بسرعة في يوم الجمعة ويكون خفيف إلى معتدل من 6 إلى 26 28 العظمى والصغرى 13 درجة مئوية والإحساس أعلى من ذلك أيضاً في يوم السب 28 العظمى والصغرى 14 درجة مئوية وهواء الشمال الغربي خفيف إلى معتدل من 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة أعزائي المشاهدين اعتدال ملحوظ يميل للدفء خلال الأيام القادمة العظمى تصل إلى 28 درجة مئوية برودة نسبية خلال المساء برودة ملحوظة فقط في الفترات المتأخرة من الليل والفجر خارج المدينة نشرتنا الجوية تنتهي والآن نعود للطرف الآخر من الاستوديو لاستكمال النشرة ترجمة نانسي قنقر